اول ارقامنا القياسية هو رقم مهم جدا للنادي الاهلي وهو فارق الاهداف مش بس يا اسامة فكرة قوتك الهجومية ولكن من كمان فارق الاهداف الدفاع عن الهجوم النادي الاهلي 66 هدف الموسم الحالي 2019-2020 هو اعلى فارق اهداف لفريق في طريق الدور المصري بس ما كانش ده بس لو رجعنا نشوف المواسم اللي كان فيها اعلى فارق اهداف بين الفرق كان النادي الاهلي برضو هو بطل المشهد كالعادة حنيجي لتسعة وخمسين هدف موسم اربعة وسبعين خمسة وسبعين ستة وخمسين هدف موسم 2017-2018 اتنين وخمسين هدف موسم خمسة وسبعين وخمسين هدف موسم الفين وخمسة الفين وستة الاهلي يصنع التاريخ كالعادة الاهلي يصنع التاريخ والاهلي دايما بينافس نفسه وبيكسر ارقام الاهلي لكن بما اننا فارس اتكلمنا عن فكرة الاهداف حابة وصل رسالة مهمة جدا لجماهير النادي الاهلي اللي بتتخوف احيانا من ان فيه فرق بتوصل اقل او محاولاتها على المرمى اقل فبتسجل الاهداف مش دي القادة لان القادة لما نيجي للمقص للدور العام عملنا مقارنة بين ثلاث فرق اهل زمالك بيرامدز والإكسبيكتد جول او الاهداف المتوقعة لكل فريق كان ممكن تتسجل كام وسجله منها كام النادي الاهلي كان المفروض اهدافه المتوقعة نسبت لثمانية وصلت لثمانية وتسعين هدف ادريحاء منها اتنين وسبعين هدف قرب بكتير من الاهداف المتوقعة ليه لكن النادي بيرامدز كان اتنين وتمانين هدف اهداف متوقعة سجل منها المواشح المحتمل في مواجهته في نهاي الافريكي اذا تقطع الرجاء عنده واحد وتمانين او الاهداف اللي كانوا يسجلها في الموسم سجل منها فقط لغير خمسين هدف النادي الاهلي من كل سبع محاولات على المرمى بيقدر يسجل هدف النادي بيرامدز من كل تمن محاولات على المرمى بيسجل هدف النادي الزمالك من كل تسع محاولات على المرمى بيسجل هدف ده معناه ايه؟ معناه اتطمنه إن الاستثناء اللي حصل مع نادي الزمالك في بعض المباريات الكبيرة من عدد محاولات أقل ده استثناء مش القاعدة لكن القاعدة هو اللي وضعها النادي الأهلي أعلى اكسبيكت جول أعلى تحقيق الأهداف أعلى كمان تسجيل أهداف من أقل فرص محققة فنتطمن بس عشان الناس اللي الآن من جماهير النادي أهلي لكن نروح نستكمل بقية الأرقام القياسية اللي حققها النادي الأهلي والوصول ل89 نقطة والنادي الأهلي أيضا بيكسر رقم النادي الأهلي اللي حققه في موسم 2017-2018 بتحقيق 88 نقطة كمان رقم قياسي حققه النادي الأهلي وهو عدل انتصارات خلال موسم 1-28 انتصار بالمساواة مع النادي الأهلي موسم 2017-2018 أعلى عدد مورات من الشباك النظيفة في موسم 1-28 وده كان رقم مسجل باسم نادي الإسماعيلي موسم 91-91 اللي فاز به بعد المباراة فاصلة مع النادي الأهلي كان الاسماعيلي 27 مباراة النادي الأهلي 28 مباراة دي أرقام قياسية الأهلي تقريبا بينافس فيها نفسه مع عدد رقم النادي الأهلي كان بينافس فيه النادي الإسماعيلي وطبعا ما ننساش من الأرقام أو الشباك النظيفة رقم محمد الشيناوي اللي قصر فيه رقم برضو شريف إكرامي لعب الأهلي السابق أعتقد فارس أرقام قاسية بتقول أن بطولة الدور المصري هي بطولة الأهل المصري إحنا قلنا قاعدة ابدأ وتعامل نفسيا أن الدور ده بتاع الأهل لو حصل الاستثناء يبقى من نصيبك على مدار سنوات قليلة جدا يسمح لك فيها النادي الأهل بأنك تتوق بالبطولة بس لفت نظرنا المشهد بتاع الاحتفال كانت مشاهد مفرحة مش بس مجرد فكرة أن النادي الأهل بيحتفل واللعبين والرحمة بينهم كويسة لا أنت في التوقيت ده من بطولة إفريقيا كمان أن روح الفريق تبقى بالشكل ده أن احنا نشوف أن الفريق كله قريب من بعضه بالشكل ده يشوف اللعبة بتتبارى في مين فيهم يعبر عن فرحته باللقب أكتر شفنا مشهد كابتن أحمد فتحي تختلف تتطفق ولكن النادي الأهل يعرف يخلي اللقطة الأخيرة بشكل رائع جدا وعلى فكرة أنا بأكد النادي الأهل يعرف يخلي اللقطة الأخيرة وكان النادي الأهل يحريص على ده شوفنا يا أسامة زي يا فرس ما كان حريص مع بعض اللعبين أن يخلي اللقطة الأخيرة أفضل ولكن بعض اللعبين اللي بتصرفاتهم اللي اختلفت مع تصرفات أحمد فتحي شوية خلت اللقطة مسلبية كده أحمد دخلت في اللي أنا قصد عليه بشكل كامل وفكرة أن النادي الأهلي هو اللي خلى المشهد يخرج بالشكل ده كمان عايزين نقول حاجة فكرة موسيماني سرعة انصهار الرجل ده مع النادي الأهلي رجل ده دخل بسرعة جدا الرجل ده عرف يتأقلم على فكرة كان في بعض التحفز عند الناس اللي بتتكلم في فكرة أن المدربين من جنوب أفريقيا الرجل ده تعامل مع مكان هو عرف تاريخه كويس قوي عرف أدبياته عرف قواعده وعشان كده اللقطة دي الراجل بيتعامل ققائد للفريق بتعامل بروح واضحة عليه جدا يا أسامة بيمتلك الشغف فارس وده مهمة جدا لما يكون المدير الفني جاي يقود فريق بحجم النادي الأهلي وهو عرف حجم النادي الأهلي بشكل كويس وبالنسبة له كان حلم أنه هو يكون المدير الفني النادي الأهلي وكمان بيمتلك الشغف والحماس أنه هو يصنع الفارق مع النادي الأهلي ويكتب تاريخ مختلف لموسيماني عن تاريخ موسيماني مع سانداونز أعتقد بنشوف الصور دي غير بقى أنه من ناحية نفسية بيجيد التعامل مع كل اللعبين وده نقطة مش ممكن نغفلها في المدير الفني أو في أي قائد لأنه في النهاية هو قائد للفريق ده فبالتالي الناحية النفسية والتعامل مع الجوانب النفسية والتحدي وشغف واضحين جدا في موسيماني لسا ما حققش حاجة بالتأكيد ولكن بوادر موسيماني مع النادي الأهلي أعتقد الجميع بقى يشهد بها مش بس وجودنا في قناة النادي الأهلي اللي بنتحدث عن موسيماني بشكل إيجابي نتمنى إن شاء الله يكون التوفيق حليفه في بطولة دوري أبطال أفريقيا وإن شاء الله بإذن الله نحتفل جميعا يوم 27 نوفمبر بفوز النادي الأهلي بالبطولة الغالية التانية موسيماني ترجمة نانسي قنقر